بشرة الكوادر العاملة في دائرة صيانة مشاريع ريوة بزل بابل بعملية كري الأنهر وتنظيفها من العوالق المائية والرواسب الطينية مشرفون على العمل أوضحوا أن العملية تشمل كافة الأنهر الواقعة على ضفاف البساتين الزراعية في المحافظة ما سيسهم في وفرة الانتاج الزراعي محمد التميمي استعدادا للفصل الزراعي الصيفي القادم ولإيصال المياه بصورة منتظمة للبساتين الواقعة على ضفاف الأنهر عمدت دائرة صيانة مشاريع ريوة بزل بابل بعملية تنظيف الأنهر من نبات الشمبلان والترسبات الطينية ضمن خطة عمل وعدة لهذا الشأن نقوم دائرة صيانة مشاريع ريوة بزل بابل حد تشكيلاتها عاملة صيانة مشاريع ريوة بزل التابعة لوزارة المارد مائية بأعمال التطهيرات والمبازل في عموم محافظة بابل وحاليا ورغم الحظر الوقائي نتيجة انتشار وبوء الكورونا العالمي والحظر التجوال الوقائي تم استثناء دائرتنا من قبل محافظة بابل لغرض أعمال الاستمرار بأعمال التطهيرات والشمبلان لكافة الجداول العمل عبارة عن شفلات عدد اثنين من جانبين الجدول يربط بينما السلك بطول سبع حسب عرض الجدول من خمسين إلى مئة متر داخل هذا السلك عبارة عن ثقالات طول الثقال واحد متر وفيها عدد مسننات هذه مسننات تعمل بشكل دائري داخل الجدول لعملية إزالة نبات الشمبلان الموجود داخل الجدول العمل والذي يستمر لساعات طويلة شمل أغلب الأنهر الواقعة شمال بابل مما أدى بالنتيجة إلى انسياب المياه بين ضفاف البساتين الزراعية الأمر الذي يؤشر إلى إنتاج محصول واسع هذا العام إذا ما استمر التعاون بين الدوائر الحكومية والمواطنين الآن الماء يكفي فقط إلى المضخات المائية المجمعات المائية التي مخصصة لمياه الشرب وإن شاء الله إذا استمر العمل على هذا نستطيع أن نفرح المزارعين ونبشرهم بأن يستطيعون زراعة محصولاتهم الصيفية كما أحدث في العام الماضي يعني الوضع زيان يعني الماء تقريبا قام يمشي يعني سيابية للذنائب وإن شاء الله خير كذلك نطلب من المواطنين من كل المواطنين وكل الناس اللي موجودين على الجذول أنه هذا جذول يعني هو بي ميت شرب لأخوانكم ذولة اللي بالبزايز يعني ما يصير أنت الذبي حفاظات تكرام والذب قفاصة والذب تايرات يعني إحنا نطلع يوميا حتى دجاج ميت للقابة جاسة من هذا الدجاج الميت من الحقول يذبونه بالجذول على الرغم من تفشي فيروس كورونا وحضر التجوال إلا أن هذا لم يمنع الكوادر العاملة في محافظة بابل من كري الأنهر لتوفير المياه للبساتين الواقعة على ضفتيها لقناة كربلاء الفضائية محمد التميمي محافظة بابل شكرا شكرا